احنا بنتصنع في عيلة وبعد ما نتصنع فيها نخرج علشان نصنع عيلة كلمة أبو البنات كانت بتطلق على فنان قدير فريد شوقي الله يرحمه كان فنان عظيم بيمثل كل أدوار اللي تقريبا شبهه وعيش معانا وبنستمتع بفنه فنان قدير ونقول عليه برضو أبو البنات ومتعدد لجوه يقدم حاجات غريبة جدا ما بين الشر وبين الخير فنان صلاح عبدالله يتفضل وأنا سعيدة جدا به أستاذ صلاح أهلا بيك يا مرحب يا سيدي كل يا مرحب يا مرحب أهلا بيك وأهلا بكل الحاضرين أهلا بيك في بيت العيلة أهلا بيك في بيتنا ده وليلة حلوة ليلة جميلة مع ماما نجوة في بيت العيلة الله 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 أنت عايزة أقول حاجة جديدة كده لا زي قول ربنا يتليل ربنا يتليل لا حنقول لا ما ت إن شاء الله إن شاء الله إن طلق إن طلق من البداية إن شاء الله يعني أنا هتكلم على الرب الأسرة صلاح عبدالله صلاح عبدالله خرج زي ما قلت من الأسرة الكبيرة اللي هي من المصنع عشان أنت تعمل أنت كمان أسرة تمام تحكيلي على الأسرة بقى القصة اللي وراء اللي فيها كان فيها مشاكل كان فيها الأسرة الكبيرة يعني أسرتك أنت آه بصي يعني أنا تربيت بقى بيت اللي هو مصري صميم يعني أي يعني هو إيه إحنا كنا ببلاء أبو العيلة أيوة وبعدين انتقلنا إلى بلاء الدكرون أيوة وبين بلاء وبلاء آه يا قلبي لا تحزن ولا تغتم ولا تشيل الهم ولا تهتم وانصى الله يا صلاح وللأفراح يا عم من ضم الله الله لا بس أنا عايزة أنتزل فرصة لأهالي بلاء أبو العيلة وبلاء الدكرور ولو في بلاء تانية أو تالتة أنا بقول لكم تشرفنا لأنه هم هم الأصل حقيقي يعني طبعا 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 والله أنا بحييك 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 لكلكم وهم السبب كمان في أن حبيت التمثيل أي وحبيت الكتابة وحبيت كتير لأن الحي الشعبي ده الجو أيوة فيه روح مختلفة صحيح تماما يعني أنا فكر أم الله رحمها أما أنا أم بلاء فالراجل والتي عارفة ستة البيت من الزمان هي اللي بتدير الحكاية طبعا أبويا الشغل وهي الستة اللي بتدير الحكاية ألف الرحمة ونور عليهم فكان بيقول لها إيه عن المهندسين تعارفة بين بلاء والمهندسين حاجة بسيطة كده ترعى وقطره كبري كنت بقول كده زمان بس كانت صحرة فقالت له حدي عبد فتاح هو كان راجل صعيدي فقال لديته كده عشان دحاكوا أنا عايز أسكن في العمار العمار اللي هو كان بلاء الدكرور بلاء الدكرور اه وهي بنت بيت هناك وده اللي جمعنا البيت بدأ دور واحد فدورين فثلاثة احنا كنا أسرة كبيرة ايه كنا ألف الرحمة ونور عليهم جميعا يعني كنا تسعة بقين أربعة وأبويا ومي الله يرحمهم وستي وجدي يعني كنا فريق ورا بالاحتياطي كمان بالاحتياطي اتخيالي بقى يقول لكلهم في بيت واحد انت كنت في أين موقع؟ يعني أنا كنت في الموقع يعني المطاست في النص في النص لعيلتك كانت موجودة بكامل العدد وأول ما بطلت تماثل ودخلت في الشهرة بقى وبطلت بقى نجمي اه كلهم كانوا موجودين موجودين يعني ما كانوش رفضين بس ما كانوش متابعين يعني ما كانوش يعني ما كانوش يعني ما كانوش ايه مهتمين او ده الأب والأم أمي ما الحقيقتش اوه الله يرحمه الله يرحمه كانت قريباً سنة الثلاثة وتسعين جاي فبرضو ايه بقى فرحان ان بقى فيه خطوات بقى في خطوات ليك ورح كنت عملت سنبل بعد المليون كان فرحان بيك يعني اه كان فرحان بيك جداً وفخور كلاً اه وحضر حضرلي في المسرح مرة المرة الوحيدة اللي حضرها لي في المسرحية حمري جامري حملت ايه وهو بابا قعد قدامك؟ ما كنتش عارفة مثل والله والله العظيم وحصل لي حاجة غريبة جداً كان يومها حتى اه 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 انا فكر مراتي كنت لسه ما خلفتش اه 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 اهم عدم تفرجوا فيه افشة كده كانت بيني وبين استاذ عسين الشربيين الله العرحب الله العرحب يرحمها مواتنا جميعاً يا رب يا رب فايه انا حاس انها فيها خروج سنة بس كان بتجيب دحك جامد قوي وبابا قاعد وبابا قاعد ومراتي قاعدة بقى ولسه يعني المتاع وكان معا خلاتها يمكن او حاجة اه اه لقيت جيت عند الافشة دي او الافشة ده ده ما احنا بنقول بلغة المسرح يعني وروحت معاديها ما قلتهاش احتراماً اللي بابا لها اه فلما خرجت قلت الله طب الجمهور ده فيه بابا وفيه مراتي وفيه اخواتي وكده مدام انا كسافت قولها قدامهم يبقى لها ما ينفعش اولها الله علي فاستأذنته لست عشان الشربيين ويقول له لا اللي هاي شوفوا ازاي الكترة اه يعني ما هي بتيجي كده هي بتيجي كده هل انت اللي ترضاه على نفسك ما ترضاهوش على غيرك بالظبط بالظبط كان موقف ظريف مع نفسي صحيح انا عشان ما شدتش بقى ونرجع لبيت العيلة لان انا قاعد في احلى بيت العيلة يعني الله يخلي انت منوارنا في بيت العيلة والله العظيم حقيقي يعني بس انت معشوقة من زمان يعني انت عارفها بس ربنا يزيدك توضعا مش من زمان اوي لا لا يعني ايوه ههاهاهاهاها عشان ان ما عندي حساسية ناحamm ايوه ايوه انا لديك من خمس سنين انا واقفة كده من خمس سين ما انت بتعليق صغيرة اوي 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 ايموه ايوه انا دلقة لبيت العيلة اه انا جيت بكا بقى اه فجأة بقى والتلاهي وكده فكدت اه اه وانا بصور اه سومبل بعد المليون ايه كان بداية بقى كل اللي فات ده عمال اشتغل مصرح 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 محدش عارفني مطلعتش في التلفزيون كان اول مزالس فكنا بنصور في طابة كان اول قافلة فنية تدخل سينة بعد تحريرها اه فما وانا في نويه بقى جو بقى جميل وحاجة بقى ادراكي ماسينة يعني اي اي فقلت ايه طب احنا احترفت التمثيل وبقى بتاع ومش عارفه بقى عمل ايه وبقى سوي ايه في حاجة نقصاني فاكتشفت ان اللي اصني ده ان انا بقيت 34 سنة وما اتجوزتش فجأة كده فجأة اه والله اناعد مع نفسي وخدت خرار الله ما تجوز كانت العيلة نقصك عيلة يعني اللي هو من احساس العيلة الكبيرة نفسها اعمل عيلة صغيرة تابتكين تبقى اه فحتى فكر طبقى يعني ايه في كل اللي عرفتهم يعني في خلال حياتي وبتاع وكده مثلا فلان اصدقى عصبية اوي مش عارف ايه اصلا اهتماماتها غير اهتماماتها اصلا اطول مني اصلا صوتها عالي اصلا اصلا فروحت ايه جايب ورقة ورقة فلوسكاب كده ايه وكتبت ايه يعني ايه ملامح الزوجة او الشروط يعني انا عايزها في الزوجة بتاعتي وروحت كاتب بوينس كتير اوي نقط كتير اوي اللي اه انها ما تبقىش تبقى سنها مقارب لسني ايوه اه مستوى العلمي والثقافي مقارب ليا ايه ما تكون تبقى افطولي او اقصر مني ايه مش عارف القوام ما تبقىش تخينة مش عارف ايه ايه حاجات كده عاد تهجص يعني ولون السعر كل المواصفات الخارجية والمواصفات الداخلية وبعدين وبدأت ادور على عروسة بالمنطلق ده نسيت كل اللي عرفتكم في حياتي وبدأت ايه عايز اتجوز بالشكل التقليدي كويس فجأة اللي هو زي ما بويا اتجوز وكده لكن ما روحتش عند الخطبه قلتلي اخدي الورقة دي لا لا مش للدرجة دي لا لا الورقة دي احتفاصت بيها سر اه كان مرات اخوية كبير ربنا اديها الصحة ايه يا رب بتدورلي بقى مراتات اخواتي يدورولي بدي وبعدين ادخل اه اخرج ارجع الورقة لا الشرط ده مش موجود لا الشرط ده مش موجود اه انسحب وانسحب بقى ايه بصعوبة وعد اجيب العقفية وعشان مسألة محرجة جدا ايه لغاية مقابلت مراتي مع خالها بالصدفة والله مدام نجو انا اول ما شفتها قلت الست دي هتبو مراتي يا سبحان الله وفعلا اتجوزنا والحكاية كلها تمت في 13 واعد بقى وعد وقت كده ايه وبعدين بقلم كده في الدفاتر اللي كنت معا ده اكتب فيها لقيت الورقة فببص في الورقة كده الورقة الشروط اللي انا كنت ماشي بيها عمال ادور بيها لقيتها مراتي تقريبا مفيش ولا شرط من اللي انا كده كده برضو انا قلت دي هتب لا ما انت عجوف ده حب بقى قلت كنت محدد انها تبقى اصغر مني بسانة اثنين مراتي اصغر مني ب13 سنة كنت محدد انها لازم تبقى فطولي واقصر مني مراتي اطول مني كنت محدد انها مش عارب ايه بس ربي نستر ما تزعل شي انها تبقى مراتي عصبية شوية يعني ايه فبصت قلت سبحان الله يعني الحب غلب سبحان الله والاسم والنصيب الاسم والنصيب والحب انت حبتها من اول نظرة شفتها قلت دي هتبقى مراتي وراغ ببص في التلت طوش وراغ ببص في التلت طوش ممكن اختلافنا ساعات في كلامه بتاع انما الحكاية ماشية ماشية اه ودنوقتي بقى 27 سنة ماشاء الله دي كان بداية تكوين العيلة بقى الصوحية انت بقى خارج من العيلة الكبيرة الاساسية خدت ايه من العيلة دي عشان عايز تزراحها عندك في عيلتك او تأسسها اه والله حلو الدكتوري ده مهم اوي انا تسارت جدا بتركبته ابويا الله ارحمه كان سايب لامي ادارة البيت الستات يبدو انهم في الادارة بالفطرة اه فعلا فعلا مميزين عن الرجالة في الاكادي وانا بتركبتي بقى قال يعني فنان ومشغول بالأدوار وممكن اجيلي الواحي فاكتب حاجة وبتاع قال يعني يعني فايه عايز على طول ابقى في ايه مش عايزة نشاغل بقى بمشاكل البيت قص عايزين نجيب كذا عايزين نزود مش عارب ايه فانت سبت كل المسؤولات دي سبت لها المسؤولات ده من بيتك الاساسي اه داخدته بقى من روح وطبقته واضح انه روح العلاقة اللي كانت بنسى عبدالله وابويا كما كانت تناديه امي كانت تقول له ان لا يا سي عبدالله والله لازم انا كنت فاكر ان ابي اسمه كده سي عبدالله يعني فاكر ان اسمي صلاح سي عبدالله عظيم كان زمان كان السي دي مهمة جدا مهمة جدا للستة مش بس سي السيدة فيه سي محمد وسمح اه 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 فمرة كده همفت متباغي بقول لنجوة مش نجوة برايج ايوه نجوة امراتي اسمها نجوة ايوه يا سي نجوة تشرفنا يا نوجة كبرة زحيتها كده بالله من هنا ورايح تقول لي يا سي صلاح بصتلي كده Tek كملك نم طبعا طبعا كملك نم انه يهزي يبدو انه يهزي ايه لكن الصبح انت مصممتش لا طبعا دي ما نفعتش ديها وضع جيل غير جيل خدت الكلمة دي من بيتكو عايز تعطاها فيبر كامنة الا اذا جات في مرة كده في مرة أصلا والله حلوة إنما أنا مدرك والله جميلة بس خلاص أنا حسست تقول لي جدتك يا سيدي يعني خالي لو نجوا امراض تقلت لي يا سيدي صلاح هاخدها تريقة مكتصر هاتبالها بالتريقة علي لإني خلاص الحياة تلفية لكن أنت في البيت يعني بما أنك شاعر يعني فيك مش شاعر يعني مكتب حاجات شبه الشاعر أنت رومانسي بصراحة يعني لا بليش في الحاجات خالص أنا ليا في الكلام أعرف أقول كلام إيه كمان أنت عايزة لمراتي يعني لمراتك آه قلت إيه النجوة لمراتي بصي بدي اللاحة الأول بتقول لها إيه أما بكون عايز للقهوة أو لحاجة أقول لها نوجة يا نوجة أه طيب لما تعرف لما تكون عايز حاجة أبقى تعريز حاجة تبقى عارف أنه لما بدي اللاحة تبقى عايز حاجة تبقى عايز حاجة وهي برضو لو قلتني يا صالصة أبقى عارف إن لها عايزة حاجة يبقى ده ضروري مش عايزة بقى أهوة ولا حاجة دي عايزة مثلا تغير السالون ودي عبقرية العلاقة الله صحيح بجد والله يعني حيكتب لها الجنة لأنها استحملتني شوفوا اللي هو قد قدامك ده والناس شوفوا ومشهور عني عم صلاح الرجل الطير وعملين المدوانات وحاجات مجموعات كده في الفيس بالإسم ده إنما لأ كنت صعب لما براجع نفسي آه لأ ممكن شديد ستات كتير ما يستحملوش التركيبة دي انت عارف زمان عشان أو صفرك الحالة دي تخيلت وده برضو بخصوص بيت العيلة يعني إن هم الاتنين دولوا ممكن يبقوا صلاح ونجوة وممكن يبقوا أي اتنين حابين بعض وكده وعايزين ياخدوا خطوة بس الاتنين مكسوفين أو مش هادرين زمان خالص ده فبقولها بيني وبينك فرقة كعب خطوة واحدة لكن صعب صعب خط الوحد وانت قاعدة سكتة وفي عينيك نظرة تايها شاردة سبتة أنا صامت وانت صمتة مغرمين بالصمت ليه طب سكوتنا ليه وامتى واحد فينا هيبتدي هبتدي هبتدي من زمان وانا نفسي أبدأ صدقيني بس خايف كنت خايف كنت خايف تحرجيني دلوقتي جاهز للمحاولة بس قبل وعلى الأقل نظرة حلوة نظرة واحدة مشجعة شجعيني خرجيني من سكوتي ربما وانت برضو خايف أموت صدقيني حبنا الصامت ده هو أسمى حب في الوجود انت فاكرة سكتنا خوف لأ سكتنا معنا سامي للصمود أنا صامت وانت صامتة بس هنفضل صندقين لأمتى لازم حد فينا يبتدي 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 الله الله دنيا جديدة سعيدة إن شاء الله دنيا دنيا صلاح عبد الله شفتك جمال شفتك كتب لك إيه بابا أنا متدلعة جامد طول الوقت مش وانا صغننة بس بصراح لغاية دلوقتي متدلعة جامد أنا متدلعة قبل ما أتكلم مع دنيا سي الصلاح ما كانش نفسك في ولد ما فكرتش في الحكاية خالص أنا حقولك بسرعة بعد دنيا بثلاث سنين بثلاث سنين شروق شروق الله دنيا وشروق بالأمان والأفراح أشرقتي على دنيا صلاح على شروق على شروق مرحلة شروق بدأت مرحلة فعلا شروق في حياتي اللي هو بدأت بدأت أعمل أدوار أهم أعمال أهم بدأت مرحلة الجوائز اللي أنا كنت بخاف منها والحمد لله يعني آه بقيت أخذ جوائز عن أدوار كتير بس كان حالة العمل بعد شروق جانة جانة حبيبة قلبانا جانة 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 والله إحنا كنا يعني إيه قلنا دنيا وشروق وتمام تمام ثم فجأة بقى نجوة قالت إيه كان نفسها لازم فوالد يعني الله أعلم أنا شو والله بقيت لك وعمري ما سألتها عمري ما سألتها بس أنا حقول لك على لحظة عبقرية يعني فتح آه بعد شروق كان بعشر سنين مش كده أو أكثر لا يعني أنا بيني وما بين جانة ستتاشر سنة يعني ما بيني وما بين شروق تلاتتاشر سنة آه بعد شروق بثلاتتاشر سنة أيوة آآ حصل آآ تمام فمرة رجع من عند الدكتور آآ ربنا يدي له الصحة رب اللي هو كان بيتابعها آآ فإيه دخلة علي يعني آآ متاخدة كده آآ أنا تقريبا أدركت على طول قلت لها إيه مالك فيه فعيطت قلت لها ده أحلى خابر اللي أنتو شعزت له لي ده بنتو مش كده بقيت يا سلام تلات بنات ده أنا ربنا حيخفر لي حاجات كتير قاوي يا سلام ده إيه الهنة اللي أنا فيه ده شفتي شفتي جمال بابا بقى وجاءت جانب آآ 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 جاءت بقى جانب آآ لأ نقلة عبقارية في حياتي آآ بصراحة بيقولوا البنات وش الخير البنات وش الخير آآ يعني بيجيبوا معاهم الخير بصي يعني إيه عشان ما نزعلش في السوبيان برده لا لا ما أنا لسه هقولك السوبيان برده عشان أنا أم السوبيان أنا أم السوبيان بأمانة بأمانة منطبخ علي جدا آآ بأمانة بقولك كل واحدة فيهم كانت بنقلة خطيرة في حياتي صحيح آآ على المستوى الفني والإنساني كله كل حاجة كل حاجة حتى كارما بقى حضرت كارما كارما بنت دونيا بصي بقى يعني بابا أخذ من الوالد والوالدة النصايح والتربية دالك إيه منهم بقى إيه أول حاجة ألهالك لما كبرت شوية بصي مش هعرف أقول لحضرتك حاجة ألهالي بس أنا عندي إحساس غريب بالعيلة دي يعني بعيلتنا والأول بعيلة بابايا إن هما عندهم حاجات بتتنقل لوحدها يعني بتتورس تلقائيا موجودة في الجينات ما تفهميش أنا ما حضرتش جدتي لا يرحمها بس حضرت جده عبدالله ثلاث سنين وعمامي يعني ربنا يرحمهم يرحم اللي توفى وربنا يخلي يا ربي يخلينا اللي موجودين وعمته كريمة طبعا حبيبتي عندهم العيلة دي عندهم طيبة وأخلاق وحاجات كده جميلة قوي مش عارفة وصفها مش عشان عيلتي بس ده إحساسي بيهم عندهم حاجات جميلة قوي هي بتمشي لوحدها بتتحس يعني يعني مش بتتسمع مش كلام بتتسمع لا مش كلام بصراحة يعني طول الوقت عنجي إحساس تتجاه كل في تصرفاتهم في طبتهم يعني وشهم في صيبة وجبال الناس هتفتكر أن أنا بتكلم على أهلي بس بجد الحمد لله دي نعمة من عند ربنا على الفكرة شكرا لدني على شك دونيا قوليني بقى بابا لما شاف لما شاف الولد بقى اللي هو جوزك لما جاله بقى عمل إيه لأنه معاملة البنات بتختلف جدا عن معاملة الصبيان أو الرجالة عند الأب وعند الأم يعني عند الناس فهو دلوقتي متعود أن البيت كله بنات جاله بقى شاب وفق على طول كده واللي قاعد بقى يشوف لي لا مش على طول أنا كنت عايشة شوية فيلم أستاذ عادل إمام عريس من جهة أمنية يعني دي كانت مرحلة يعني دي كانت مرحلة عدت بمراحل طبعا بابا أصله شخصيته وتركبته فيها حاجات كده يعني هو بابا قلوق موسوس مع كتمان فده للي قدامك للشخص اللي بيتعامل معاه اللي متعاملش معاه كتير صعب صعب جدا أنه فيه صمت أغلبية الوقت أيوا بس فيه تركيز شديد وفيه وسوسة وقلق مع حب مع تركيبة إيه؟ فكرة أول مرة ما قاعدوا مع بعض أنا جوزي دكتور بابا ما جات له الجلطة الأولانية يا رب ربنا ما يعود تاني أبدا دي كانت مرحلة صعبة جدا في حياتنا فإحنا كنا في المستشفى وهو كان بيشتغل في المستشفى اللي إحنا فيها زي أي عيلة مصرية على فكرة برضا أنا عايزة أحط خطوط كده على الحاجات اللي إحنا بنعملها العيلة المصرية مش زي أي عيلة في الدنيا حد بيكوح ودخل المستشفى العيلة كلها عنده بعيالها يروح المستشفى بره لا العيلة كلها جت ما كانوش بيرضوا يتلعوا جانا بس كان ممنوع الأطفال بصي طبعا أنا كنت بغضع بقى عشان علاج طبيعي مبدائي وبتاعه وكده على ما تنقل العلاج الطبيعي وكده ما كانش هو متابع لحالتي هو سمع أن أنا موجود وكان ليه صديق برضو من أصدقاء الفنانين يعني أحمد فراوكس بتاعي وكان عمل له عملية إجراحية وهي سمجو الزنيا كان عمل له أحمد فراوكس بتاعه قال له ده عم سلع عبد الله في المستشفى قال له أنا نفسي شوفه بتاعه فهو جاي ليه جاي يزورني يعني جاي يزور سلع عبد الله الممثل اللي هو بيحبه يعني جاي لك اه 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 انا بقى في ليلة وهو ودنيا في ليلة تاني لا 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 مش في دنيا بقى ليه بقى لا يعني حصل التعارف بقى وكده فلاقيت ايه المعجب ده عمل اهتمامه يزيد بيك لما سلت المستشفى اللي انا فيها وانتقلت الى دار العلاج الطبيعي ايوا لها عدتو العلاج الطبيعي بفترة رح العلاج الطبيعي برده وردي بقى يجي ايه زورني بقى بس هقولي حيات Jonathan he is a man he is a girl 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 هو جراحة هو جراحة هو جراحة جراحة أه تلاكيك تلاكيك كان حصل بقى بس انا بجد فعلا ما كنتش واخدة بالي خالص لا يا شيخيك ليت انا وحيات ربنا لا 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 دي حقيقة ليت انا اخر واحدة مصدقة لأ انا كنت مالخومة لاخمة تانية يدخلتين Wilson لا لا أنا مكنتش حاسة بأى حاجة ف celeibo مجددين اقم بالرغاية كامالじ ما كنتش حاسة بأى حاجة ف الدنيا خالص حساس بى اي حاجة ف openings الى قلعة ي种با هو من العلاج الطبيع هو طلب ايدي في المستشفى لا لا هو هو طلب ايدي في المستشفى ومختلف فى مستشفى لعلاج الطبيع ايها لعلاج الطبيعي أيما أنا بقوله على كده مهموش بقى لعلاج الطبيعي لكن بابا الحمد لله تحسن كتير وكنا روحنا لبيت كان بيروح بقى كل كام يوم كان بيروح كل كام يوم يعمل الستاشن دي ويرجع هو رح له هناك بصي بصي متفكريني أصعب من أصعب اللحظات في حياتي من أصعب القرارات بس بس سعادة طبعا طبعا أنا عايز لها السعادة أنا أول ما طيقنت إن هي مرتاح له جدا لا خلاص بس كنت صعبة في الأول بصراحة قلقا عليها ليه أول مرة مر أول مرة مر أول مرة مر بالتجربة دي إن بنتي كبرت الصياجة و السهرة كمان يعني إن بنتي بنتك بتاعتك أنت حد جاي عايز يخد بالضبط ما كان حد يحكي لي من أصحابي ما كنتش يعني بقى هقول له مبالقة عما متبالقة بس أنت فقل أن كنت عاد الإمام في عريس مجاة أمنية؟ في مرحلة شوية وكنت عايز نبوض لا مش لدرجة نبوض لا مش لدرجة نبوض لا مش لدرجة نبوض كان ماشي كويس لا لا يعني كنت زايل ولا هيسب كان زاي شريف مليش بس برضو اللي هو إيه هو مثلا مستعجل فأفرمله خلاص ما هيبقى جوز بنتي بقى طيب ودنيا يعني أنت حسيتي إن هو مثلا شبه حد من عائلتك شبه بابا مثلا؟ لا هو تركيبة شغله فيها كثير لا هو مختلف لا لا تركيبة شغله فيها كثير من طبيعة حياة بابا اللي هو طول الوقت مش غول طول الوقت مش موجود بتاعه لكن أنا ما حاولتش أفكر إن أنا أدور على حد شبه بابا لأن أكيد هيبقى صعبة بس ذات في الجيل ده شفت بتقول إيه لا بس ذات في الجيل ده دي حقيقة دي حقيقة بابا ثابور يعني أنت في حاجات كثير زوجية أنا عايز أعرف طب ما مميزاته إيه طيب جدا أيها ده مش موجود على فكرة هو بيقول لعصبي لا هو بابا ينطبق عليه التقي شر الحليم بس إحنا فيه هدوء وأنا أصلا ساعات بقوله أنا بقوله أنا يعني يعني أنا خالي إنت ساكت كاتم جوهيك آه يعني قول يعني فقبل لو تحسي أن أنا إيه أحسن أكون خايفة عليك من السكوت مش يعني لا لا مش عصبي أنا ما قدرش أقول إن بابا عصبي عصبي لما خلاص بقى يستنفذ طبعا بس الرومانسي يعني بيعمل ماما إزاي وكلا رومانسي بتشوفي الكلام اللي هو بيكتبه آه طبعا بحس إن بابا رومانسي كلام أنا لما بقره أو إن هايسم يعمل لك قصائد شعر وحاجات أنا فكرة هو عصبي عنص المشترك آه صحيح؟ هو بيحب الفن هوي بيحب الفن يعني متابع جيد وراسل كتب لها قصيدة؟ وبيكتب بشعر بيكتب حاجات آه آه كتب لك حفظها؟ آه لا مش حفظة سنونا عدد رغم أن طبيعة طب حفظة البابا؟ رغم أن طبيعة شغله صعبة آه شايلة أنت الدواني شايلة إحنا الجيل بتعال حاجات كتير في أدينا آه يلا طب سمعينا حاجة بتحبيها البعض طيب هسمعكو حاجة رومانسية بقا يعني أيوة دخلنا في الرومانسية فقا سمعكو حاجة رومانسية الرومانسية دي إنتي ما بتغيريش منها هيكون بقايلها مثلا للستات والبنات نعم نتاك كده بعض هذر معه عشان نعمة يعني آه بعض هذر معه نجوة أنت كنت بتغيري؟ إيه؟ آه بتغير آه عادي لا أكيد كده أنا كتبها نينجي وغريتها ساعاتة طبقا صعبة في الأول هي ساعاتها غريتها طبقا صعبة بس لكن يعني من فترة يعني من فترة ليه هو يعني الناس بتكبر الحب خلاص بيروح يعني بيضمر وما بقاش في تقفل لا بص في حاجة أكبر من الحب مشاعر بيت العيلة اللي انت عاملها بالضبط ده أكبر من الحب أشكرا كلمة الحب مفهومة عند الشباب الحب الحب واحد وواحدة وساهمين أيوة وكلام حلو وكلام حلو بيخلص صحيح الحب بقى اللي بيعمر معنا شوفوا ما تكلمنا في حكاية الطلق وكله اللي هو العشرة اللي هو ناتجة عن العشرة أي والرغبة في الاحتفاظ بهذه الأسرة أي أنا أتنازل قديعة بس الأسرة تستمر هي أتتنازل قديعة عشان الأسرة تستمر أنا لما على قوي هي تمتص بس برضو الأساس بيبقى في حب يعني لو لو ما فيش حب ما تقليش أن هو حقدروا يمشوا لو فكرنا في الحالة دي دي حالة حب يعني الحالة اللي أنا بقولها دي حالة حب أيوة بالضبط حالة حب بالضبط كده تفضل تفضل يا دولي بقولك إيه مش مبارح لقيتني في الفضى صارح بناجي نجمة مسنودة على سحابة معدية وصورتك فيها موجودة تلاغي قلبي وعنايا وبعد ثواني معدودة لقيت الدنيا مش هي اتغيرت وعفرت وغيمت ومطرت وصحبتي من كتر البكة ما عادش ليها وجود يعين والنجمة وقعت من السماء معرفش راحت ليه وفين والحلم إيه اللي فجأة جبني وشدني لسحرك سحبني بعد ما قربني منك قام من نوم وراح وسبني سبني سارح في الفضى في الفراخ في اللاشيق القرب ده فعلا قضى والبعد برضو نفس الشيق والماضي يا قلبي مضى وبكرة تايه في الطريق والحاضر المليان أسية للي ملامح ولا هوية أما يا روح الروح مبارح لقيتني في الفضى سارح بناجي نجمة مسنودة على سحابة مع الدين السلام السلام طبعا إلقاء ما يجيش جنب إلقاء حاجة أنت رومانسية؟ زي بابا كده بابا كده رومانسية 100% أنا بنفس طريقة الوراث أنا عارفة أن أنت بتغني البابا أه ممكن أغني البابا غني البابا السبحات تغنيني بابا حبيبي بابا حبيبي أنا مش عامل لا مفيش أغاني كثيرة عملت للأب لا مفيش يعني الأب مظلوم في الخطة بس الجميل الحبيبي برضو الله يرحمه العبقري صلاح جهين كتب أغنية للأب وغنتها الجميلة سعاد حسني فيلم المتوحشة أيوة فأنا مصدقت عرفت هذه الأغنية وبحبها جيب الدنيا جدا بابا يا بابا يا أكتر واحد صحبي في الدنيا دي صحبي وبردو سيت الوالد وأبو سي القيادي بابا يا بابا يا أكتر واحد صحبي في الدنيا دي صحبي وبردو سيت الوالد وأبو سي القيادي كلامك دا حلقة في الدني من يقدر عنك يبعدني يالي انت مزاجك تسعدني لك حبي وفؤادي يسلي يفت عليك يفت عليك بصي بقى تعالي عادي هنا مزاكرة بابا لأن أنا مش مزاكرة أو زي ومزيع تعالي عادي هنا ونحاوض هنا إيه رأيك؟ إيه دا؟ يالله أعبير أنا مضراجة والله بجمه جملة تسللل أهلا يا بابا يا حبيبت ربنا عشان ليك لا بابا إيه ينهر ربي وإخوة قدمكو إنتم اللي اتنين كده عاديقرة وعماليقا ثلاثة أنا الضيفة بقى تسللل رجعنا لكم مرة ثانية في بيت العيلة وأنا دلوقتي هقدم لكم نجم جميل طيب القلب محبوب محبوب، وأهم حاجة أنه نحن في بيت العيلة، محبوب في بيت العيلة، وطبعاً هقدم الجميلة الأمراية اللي كلنا بنحبها وبنموت فيها ماما نجوة، منورنا النهاردة في الأول لما يبقى معاك ديفا، الستات لدي سيرست، عشان كده بقى الغلطة دي، تبس قل بقى ماما نجوة الأول، إحساس حضرتك إيه النهاردة وانت في بيت العيلة كده وبتتسق لي، كلمينا بقى عن ماما نجوة في البيت أنا مبسوطة قوي أنك استطفتيني النهاردة في بيت العيلة، ومعايا الأستاذ صلاح عبدالله، وأنا في البيت زي ما أنا قاعدة هنا بالزبط الواحد بيبقى عنده حاجات يبقى طبيعي، ويبقى طيب، ويبقى راضي، وحابب حياته بأي طريقة، يبقى دايما راضي فالعيلة بتاعتي اللي أنا كونتها كلها راضية الحمد لله، وأنا خرجة من عيلة راضية جدتك، الحمد لله طيب هيا سأل حضرتك سؤال تاني، لا خلاص بقى خش يا عبد، سؤال واحد كبير إيه أهم حاجة كنت حريص عليها أو حاجات حطتيها في دماغك كنت حريص عليها أن حضرتك تطبقيها عشان تبني عيلة جميلة ويبقى عندك بيت العيلة جميل؟ الصدق أهم حاجة، الصدق، الطيبة، النظافة وحب الجمال، لازم، بس ده أهم حاجة يعني الصدق ده مهم جداً جداً، الطيبة يعني يعني يقولك إيه حتى لو أنت حد زعالك أو أذاكي ربنا كبير ونعم بالله، ونعم بالله، ونعم بالله طيب، أستاذ صلاح بقى بما أننا في بيت العيلة نتكلم عن العيلة قل لي إيه أكتر مراحل عديت بيها في بناء عائلتك الصغيرة استوقفتك وقفت عندها فكرت فيها أو حسيت أنها مرحلة صعبة إحساسك كان فيها إيه؟ أهم مراحل عدت أو اللي أنت وقفت عندها لا، مراحل كتير قوي كل بنتي فيكو، كانت أموكو هي اللي بتتولى الرعاية والدراسة وبتاع كان بطبع مرحلة صعبة بالنسبة لي قوي، مرحلة النتيجة، الخلاصة حتى ميولكو أو بتاعك كنت بتدخل فيها بشكل معين، وأنت أكتر واحدة عشت الحكاية دي، إنما في النهاية بحاول أقرب لحاجة أنت وحبينها برضو، يعني أجمع بين رغبتي ورغبتكم هي مزيعة، أنا بنتك هي مزيعة، صع 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 بص بقا، إنما يا دونيا يا بنتي، أصعب يوم أو أصعب يومين في حياتي كنتش متخيل نوعها كده، يوم كانت بكتابها أيوة، كات بكتاب بنتك؟ كات بكتاب بنتي؟ أه، دي الموزيعة وحفل زفافة، أنا مش عارف فجأة، وأنا بمضي في الدفتر بتاع المازون شلال، يعني شلال ودموع وفضيع، فضيع في الفرح؟ في عياتي؟ أه أنا كنت حاسة في الفرح وفي كاتب الكتاب، إن أنا عايزة أقوم، أخد بابا وأمشي، ده كان إحساسي الداخلي، أنا أقوم، أخد بابا وأمشي، مليش دعوة؟ أنا أعيطت وكنت مغدودة، وفي الزفة، بازدائت في الفرح، كان كل اللي مفروض هو بننزل للسلم، وهو كان بيعيط، عيط فضيع ومفروض بقى أن هايسم هيسلم عليه ويا خدني، فأنا مش عايزة أخدني، أنا مش، أنا يعني حتى في الفيديو، أما أتفرد، حالة غريبة، بدور كمان على شروق وعلى ماما، طب تعالوا قفوا جنب بابا، أنا مش عارف أتصرف، يعني مش عايزة أشوف بابا، مش عايزة أخدني، بس إيه رأيك بقى إن أنا خرجتك من تبقي موزيعة، وقلبتك تاني بقيت، بقيت دنيا برضو، بس أنا عايزة أقول لكم حاجة، أنا عايزة دايماً بقول أحضنوا بعض وتبتبوا على بعض، أموا أحضنوا بعض بقى، وأنا بقول لكم، أنا مش عايزة بعد أذنك، مش عايزة ألسى كارمة، حافظتي، كارمة، يا كارمة، 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 وإيه بسوفنا، أنا عايزة أقول حاجة، الكارمة كده، بنت دونيا وعيسم، عايزة أقول لها، يا كارمة مصر بخير، وكلها كم عام، ونحس بالتغيير، ومصر تبقى تمام، وما تقلقيش، وما تخفيش، من الغربان، ومن الخففيش، بكرة أمان في أمان، بكرة أحلى من زمان، بكرة الإرهاب الجبان، حيبقى كارمة بح، مفيش، ولما توصل الكي جي وان، لما توصل الكي جي وان، حنكون عبرنا المحن، وخلصنا من كل السحن اللي ورتنا الأهوال، ومصرح هتبقى عال العال، وبكرة تقولي جدك آل، المصرح، الله، 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 قوموا وتأخذونوا بعض، بقوا تبتابوا على بعض، وتقوم كده، سلام، سلام، مفضلكم، أيوا كده، أيوا كده،